دينا مشاكل في السردباكين لسه ما عندناش سردباكين رؤيتك الفنية بعد كمان انضمام الصفقات بدر بنون عندنا الوقتي في مركز السردباكين تشايف خط الدفاع ازاي وتقييمك ليه للفترة اللي جاية من خلال البطولات الكبيرة والتحديات الكبيرة اللي حيبها لنادي الاهلي يعني الاركام كلها لو بناخد بالاركام لا النادي الاهلي افضل دفاع الموسم اللي فات الناس بتاخد بعض المباريات وبعض المواقف في المباريات على المدفعين انما انا شوف ان الموسم اللي فات اللي لعبوا ياسر ابراهيم وايمن وساعد بعض المباريات قبل اصابته محمود متولي قبل اصابته ورامي التغييرات الكتير كانت بتأثر على قوة وتماسك الفريق بالذات الاتنين اللي في القلب بدون لازم يكونوا حفظين بعض بشكل كبير جدا وبالعبوا جنب بعض كتير باستمرار المباريات مستوهم بيزيد طبعا انما يعني كان في بعض الصعوبات للمنظومة الدفاعية كلها كابتن هاني اه مش السرد بكاته اه بالزبط هي دايما الاخر لقطة اللي بتفضل في ازهان الناس اه بالزبط اه بالزبط اتروحت طبطب على الناس فالمنظومة كان فيها بعض النقص شوية انما انا شوف ان الاداء الجماعي عشان كده في البداية قلتلك ان اهلي هو الاقوى جماعيا و دايما الفريق اللي بيلعب جماعيا هو اللي بيفوز فالاهلي تحسن على المستوى الدفاعي بفضل لعيبة نص الملحب وبالتبعية انت المدافع كابتن هاني لما تحطه في اختبارات كتير هيغلط هيغلط طبعا بالزبط هيغلط هتحط له كور كتير هيوصل له الكرة بالمهاجمين هيوصل له كتير هيغلطه فلما تقول القط اللي قدامه ده بيدي صلابة طبعا العيب المدافع بيبقى واخد نفسه دايما واقف على رجله مركز مركز اكتر طبعا اه بالزبط فيعني اللعيبة تحسنه الدفاعيان الفريق تحسن انضمان بدر قرار ممتاز جدا ولاعب من افضل المدافعين اللي كانوا موجودين في القررة الافريقية في البطولة الافريقية اللي فاتت وعجبني شخصيته اه اللي عجبك اللعب مباراتين طبعا لا بس انا طبعته في البطولة الافريقية طبعا مع الرجاء الموسم اللي فات معلليش مع عدم قاتل كلامك الناس قلقت لما حتى حكموا عليه في مبارات الزمان لا طبعا مبارات الزمان كان لها ظروف كان لها ظروف المشاكل طبعا اللي عند الرجاء في الكورونا وابتعاد عن المباريات ولاعب خد قرار برضو انه يمشي في المرحلة اللي هو بيلعب بيها المباراة دي الصعوبات اللي قابلت الرجاء في المباراة العودة وابتعاد هو نفسه تحديدا والفريق بشكل جماعي عن مستوى مش حكم عليه انت تحكم عليه ان انت تشوف مستوى مع الرجاء في خلال الموسم كله الزروف عالمية يعني الكل مر بيها فهو اداه كان متميز مع الرجاء ولعب مكسب ولعب صغار في السن وقائد وشخصية ودي نقطة مهمة جدا في خط الدفاع بالذات كورته على الارض حلوة بيبدأ كورته بشكل جيد عنده نقطة ايجابية جدا هتفيد النادي الاهلي او يا كابتن هاني ان المدافع ده يحرف يلعب الكورة لقدام الكورة الامامية العمودية اللي تضرب الدفاع دي مهمة جدا جدا في المدافعين وكان عندنا مشكلة فيها في المدافعين اللي موجودين انه بيحبوا يلعبوا بالعرض الكورة السهلة انما انه هو يلعب الكورة العمودية اللي تضرب المدافعين اللي قدامه يوصل الكورة للمهاجمين بشكل جيد عنده ميزة الكورات الهوائية بطوله الفارع ده بيسجل بدماغه كويس ودي نقطة لان الاهلي بيقابل مباريات دفاعية كتيرة جدا فالكورات السبتة بتبقى حل فهو انا ان شاء الله مع تسجيله في المباريات اللي جاية هيبقى مفتاح من مفاتيح الفوز للنادي الاهلي اللي احنا نحب ان الاهلي يفوز بالكورات السبتة لان بيجينا مباريات كتير جدا تسعين في المية أو تمانين في المية من مباريات الاهلي بتلاعب فرق متكتلة دفاعيا بتعتمد على المرتدات بس فيفضل يدافع طول التسعين دقيقة لغاية ما يدخل فيه لهذا في الاول فكورات السبتة هبتبقى حل فبدر من الناس اللي بتعمل النقطة دي كويس بالاضافة كمان انه زود روح المنافسة بين المدافعين ده مهم برده طبعا ده دي كلها ايجابيات لبدر اللي انا متوقع له ان شاء الله انه مع زيادة انسجام مع الفرقة مع ثبات التشكيل اكتر في المباريات اللي جاية تكوين ثنائية مع ايمن برضو تبقى كويسة ايمن عنده مواصفات تكمل بدر بشكل جاية مختلفة دائما تكمل بدر شوية فان شاء الله يعني الامور مع زيادة الانسجام انما الموسم ده هيبقى صعب على نادي الاهلي ضغط كتير مباريات كتير وبطولات كتير مطلوب الفوز فلان ان انت معنى ان انت تفوز بالتلات بطولات وعندك ان شاء الله بطولتين السوبر الافريكي والسوبر المصري مسئولية على اللعيبة دول خلاص انت تحطيت في طريق البطولة وعارف طريق البطولة مش هيبقى من جمهور الاهلي مش هيبقى منك ان انت تخسر مرة تانية وجمهور بيطالب البطولتين دول وحتى تمثلنا في كاسة العالم الاندية في ناس بتتكلم من الاهلي يروح يفوز في كاسة العالم انا بقولك يعني فانت حطيت نفسك تحت الضغط هو ده النادي الاهلي عشان كده قلتلك كان الفوز على الزمالك هو مفتاح كل ده مفتاح الفوز على الزمالك هو